طابع بنتي طابع أستاذتي حبيت نفهمك بلي مثلا طفل الآن هل كنت تتصوري أنا في يوم واتسوف تعود عندها فيها شوادة عمرنا ما تصورنا أنا واتسوف ممكن يكون فيها شواد الآن شواد أبدو ينتشره الآن كيف هناك صورة أشاد منين جاتوا لأنا ما شافش في المنطقة في الواد ما كانش في هاد شخص الأشخاص هدو حتى ولو كانوا كانوا بطريقة خفية ما كانوا شي يعلن عن نفسهم الآن أصبحوا يتحدون ويعلن عن نفسهم في المجتمع لماذا لأنه مرجعوا الآن يتحدون يتحدون مجتمع وتحدي منين جاهم جاهم من الحريات لم يقرأوها الآن في مواقع التواصل الاجتماعي أنها تشاد عنده حق ومن حقه أن يعبر عن حرية الشخصية وتناسى أنه هذه ليش حرية شخصية لما تتعدى على حد من حدود الله ما تعدش حرية شخصية أنا أقول لك لا يعني أنهم لم يكنوا هناك شوهد من قبل كانوا موجودين لكن كانوا لا يعني عن نفسهم الآن أصبحوا يعني عن نفسهم وديهم مجتمع خاص بهم وممكن أن تقاهم حتى مجتمع داخل صفحات الإنترنت أريد أن أقول لك كل الأمرات الإجتماعية لنا نعاني منها الآن سببها الرئيسي هو جستمو هادف صفحات تتواصل هادو مع